تحتفي مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية بما يعكس مدى التقدير والتكريم لعطائها وإنجازاتها المتواصلة في مسيرة العمل الوطني بمختلف مجالاته ويأتي الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في عامه الرابع عشر تفعيلاً للمبادرة الكريمة التي أطلقتها قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في عام 2008 وبهوية جامعة وشاملة للإنجازات المتجددة للمرأة البحرينية تحت مظلة شعار المناسب الرئيسي قرأت تعلمت شاركت هي من قرأت وتعلمت وشاركت في بناء الوطن لذا تحتفي بها مملكة البحرين كعادتها في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية عزيزة أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008 تقديراً وتكريماً لمسيرة عطاء المرأة البحرينية 14 عاماً مضت من عمر تفعيل المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم بتخصيص يوم وطني للمرأة البحرينية ولتزال هذه المناسبة تزداد وهجاً وأهمية عاماً بعد عام في ظل دخول المرأة البحرينية مجالات حيوية جديدة بجرأة وشجاعة وتمكنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها والدفع قدماً بمسيرة الإزدهار والتنمية الوطنية إلى جوار أخيها الرجل في مجتمع بحريني متحضر تتعزز فيه معايير الاستدامة والتنافسية والتوازن بين الجنسين ويمثل الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تأكيداً على دور المرأة المهم في بناء نهضة البحرين الحديثة وإسهاماتها المتواصلة في عملية التنمية الوطنية وانطلاقة جديدة أمام المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز الجهود الرامية لتكريس حضور المرأة في مختلف المجالات وتسليط الضوء على الأثر التنموي المتحقق كنتيجة لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ومواصلة التعاون مع الشركاء من أجل ضمان التنفيذ الأمثل للمخرجات وتحقيق الغايات المنشودة